اشتركوا في القناة 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 بارتفاع ثلاثة امتار خطتها انامل ايرانية بخط الثلث العربي مجانا خدمة وعشقا لاهل البيت عليهم السلام وزائرهم الكرام وبذلك شكلت لوحة خطية ابداعية تسر اعين النظرين لما تحتويه من شكل ومضمون حقيقة طبيعة عملنا بالنسبة للقطع الحسينية هي انه يتم اختيار العبارة من الحاج خليل كان يكون آية قرآنية او حديث الاحد الام سلام الله عليهم بعد ما يتم اختيارها رح ابدأ ان اخطها على ورقة ما تتجاوز النص متر او المتر بادوات القصبة والحبر بعد ما اخطها بالكامل رح يتم تنقيحها مثلا او تأكيد عليها انه وسطت مرحلة الخط على القماش يجي دور انه الجهاز الداتو شو يتم تصويرها ونعرضها نثبت القطع المراد الخطها الخماش المراد خطها مثلا كان يكون مثلا مساحة من 10 متر الى 20 متر وعرض 3 متر الى 5 متر خطة مباركة وضعتها العتبة العباسية المقدسة لاستقبال شهر محرم الحرام والزيارات المليونية التي تشهدها مدينة كربلاء مما دأب جميع الاقسام لاستعداداته لخدمة الزائرين الكرام واظهار معالم الحزن التي تتناسب مع هذا الشهر سيما قسم الخدمية التابع للعتبة المطهرة قام بنشر الاوشحة السوداء المتوسمة بعبارات اسلامية بمواقع داخلية وخارجية من الصحن العباسي شريف اشتركوا في القناة